بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أبنائنا الطلاب قرس عمليات الفصل عمليات تكنولوجيا الأخشية نتكلم هنا عن الفاولينج الفاولينج واحدة من المشاكل اللي بتواجه عملية الفصل بواسطة الميمبراينز واللي يمكن إننا نلخصها على إنها تراكم الـ الـ solid materials on the surface of the membrane thus preventing the flow of the liquid الفاولينج يمكن أن يكون complete أن يمكن أن يكون partial الأشكال اللي أمامنا لدينا هنا complete plugging pour fouling بيحصل غلق تام للمسامات فبالتالي لن يحضو السريان وبذلك نكون فقدنا الميمبراين يمكن أن يكون جزئي كما في الشكل نستطيع إننا نتحصل على سريان لكنه بيكون ضعيف للغاية وكفاءة الميمبراين هنا تقل لي بصورة كبيرة الشكل هو standard blockage اللي هو تراكم المواد الصالبة on the surface of the membrane ومع الزمن تبدأ تبني حتى إنه يكون لدينا complete plugging كما في الشكل لدينا أيضا كيك filtration وهو تراكم المواد الصالبة بهذا الشكل حقيقة هذه لها إيجابيات حيث تساعد هذه اللي نسميها كيك على الفلتريشن نفسها لكنها بالتأكيد تقلل من معدل السريان في جانب الآخر الشكل بيوضح الـ Q vs V الحج المعدل السريان وعملية البلوكيج بنشوف بإنه في الـ standard blocking we are still receiving a flow إلى أن نتحصل على complete blocking بيكون لدينا a huge drop في السريان وبالتالي it is a problem that we have to get rid of from our system الفيديو اللي أمامنا بيوضح كيف تحدث عملية الفاولين المواضة الصالبة في أثناء السريان الموائع تنساب الموائع لكن تبدأ المواضة الصالبة في التجمع وتستمر إلى أن تعيق السريان هناك عدة طرق يمكن استخدامها للتخلص من الفاولين أشهرها الـ back washing وهو ببساطة عملية منتظمة لتغيير اتجاه السريان وبالتالي منع تراكم المواضة الصالبة في النظام أيضا رد لدينا periodic pulsing of the feed فيكون لدينا سريان على هيئة دفعات هذه الدفعات ستسبب تحريك لهذه المواضة الصالبة على السطح ومن سما it will be washed away أيضا لدينا بعض الممبرين التي نستطيع أن نصممها بحيث أنها تدور حول محورها وهذه المسألة it will increase the shear فبالتالي تتحرك هذه المواضة الصالبة من سطح الممبرين وينسب السريان مرة أخرى في من أحدث التقانات الفي اس اي بي الفايبراتينج ممبرين وهي ببساطة بنضع عملية ويكون لدينا عملية الاهتزاز حتؤدي إلى تحرك هذه المواضة الصالبة ومع السريان it will be washed away وبالتالي نستطيع we can restore the membrane ومن ثم الحصول على السريان مرة أخرى مع استمرار عملية إذا رقمنا الزمن مع الفلوريد بنجد بأنه بيبدأ ينخفض نستطيع أن نعمل عمليات لكن من الملاحظة بأنه دائما الباك واشنج وعملية تلقية الممبرين لا تؤدي إلى كفاءة عالية وإنما تزيل قدر جيد من هذه المواضة الصالبة على السطح لكنها it does not restore the membrane 100% back again into the system